بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم لو تفتكروا كنا عملنا تجربة خميرة أو تجربة المعاملة أو معاملة الخيار بالخميرة وقلنا طبعا أن فيه مشاكل كتير في قصة الخميرة دي بين المؤيد والمعارض يعني فقلنا من باب أولى أن احنا نعمل التجربة ونحكم عليها بنفسنا والله على ما أقول شهيد يعني أنا عملت معاملة الخميرة بالنسبة لنبات الخيار عشان دي بقى الكلام يعني زي ما بقوله الجماعة الهنود يكون الكلام سيدة يعني يعني كلام مستقيم يعني تمام ففي الحقيقة عملت التجربة وأظن بثنا فيديو لها قبل كده وطبعا مش أن الواحدة اللي حكمت عليها الأمانة يعني كان فيه كذا صديق من الكويت مهندسين برضو زروني في الموقع ولدرجة أنه كنت بخفي والله العلامات علشان ما حدش يقود باله بقوله ايه الفرق بين الخط ده والخط ده هوت فيه ناس أصلا جات على الخميرة وقالت بالعكس احنا شايفين الأمورها سلبية يعني تمام أنا ما شفتش بصراحة أنها أمورها سلبية أنا شفت أن هي يعني ما فيهاش لا سلبية ولا إيجابية موضوع عادي جدا 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 يعني ما فيش أي اختلاف إطلاقا ما بين المعامل والغير معامل تمام وللأمانة العلمية لما بنحب بنعمل تجربة جماعة الخير طبعا بنعملها تجربة عشوائية برضو مش بالطريقة اللي أنا عملتها دي بنعملها بطريقة عشوائية ده بالنسبة للرسايل الدكتوراه وللماجستير لما بنعملوا تجربة بنعملوها بطريقة عشوائية تمام وهي بتبقى لها مكررات أربع مكررات مش بتبقى مكرر واحد برضو زي اللي احنا عملنا دهوت أنا طبعا ما عملتش مكرر واحد أنا عملت في ثلاث بيوت محمية والثلاث بيوت ما فيهمش أي خط من الخطوط كان فيه أي تقدم أو أي ميزة سواء بالنسبة للجودة أو سواء بالنسبة للإنتاج كان زي أي الخط اللي جنبه ما فيش أي مشكلة خالص ده من نسبة لنبات الخيار بأمانة الله في صديق لي أشار طبعا إن احنا نعمل العملية دي التاني لنبات الطماطم ونشوف الدنيا فيها إيه تمام ولكن اللي أنا ليه يمكن اعتراض عليه شوية يعني أنا يعني كل اللي بحطه ليه البيت طبعا قلبين خميرة من الكبير تمام وبنحط طبعا الدبس بتاع الطمر تمام المهم حاجة سكرية يعني بييجي حد لو أنت كلمتوا الكلام ده وتقول لك لا أصل خطوة الفلانية أنت ما عملتهاش والخطوة العلانية أنت ما عملتهاش أنا ضدي الكلام ده إطلاقا جملة أنا تفصيلا لما بنحط الخميرة بالنسبة للخبز بنحطها في شوية ماية سخنة وخلاص وخلصت القصة يعني سواء حطتها شوية بعد شوية بعد ساعة يعني القصة مش يعني أقصد إن لو فيه أي حاجة لا تأثير مثلا زي أنت مثلا ما عندك صدع بتاخد أي برشامة بتاعة الصدع في بيبقالها تأثير بعد ساعة بعد ساعتين تمام شربت عليها مية كتير شربت شوية مية قليلين المهم بالنتيجة يعني إلى حد ما بتكون واحدة يعني تمام فأنا ما بيعجبنيش قصة إن واحد يقول لك لأ أصلي إنت وده هسمعه طبعا في التعليقات هيقول لك لأ أصلي إنت المفروض كنت عملت كذا 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 والمفروض كنت زودت شوية السكر والمفروض إنك إنت كنت غلت المية والمفروض إن إنت كنت حتزودت يعني القصص ديت بصراحة ربنا ما بتخلص إحنا كعندنا كعرب عموما يعني ودايما بنجادل في حاجات يعني ملهاش يعني ملهاش يعني أنا النهاردة مثلا لو هرش حضرتك بريليكس جبريلك أسد تمام أول ما برشه تاني يوم الصبح بلاقي النبات في مشكلة ببص تلاقي القمة النامية صفرت وخصوصا لو كنت رشش بمعدلات عالية تمام لو رشت برضو حاجة زي الأحماض الأمينية ببص التاني يوم في النبات بلاقي تغير تمام لو مثلا جبت منشط جزور قوي له السحر أو محطوط فيه جبريليك مثلا أو حاجة زي كلتها لأن في حاجات يا جماعة زي الجبريليك أسد والحاجات دي هات على فكرة في بعض المركبات بأمانة الله بتطحن الجبريليك ده بتطحن وتحط فيها تمام بحطها لك ليه علشان يلاقي نتيجة تاني يوم وفي مركب من شركة محترمة جدا ولكنها كانت بتغيشه زمان تمام ما طبعا إحنا لن نعلاقة بالشركة ولن لن نعلاقة بالمركب ده تمام كنا نروش المركب لدرجة أن النبات كان بيد من المركب ليه؟ تضحح أن المركب أساسا موجود فيه جبريليك بتطحن رأس الجبريليك وبتتحط فيه وبيباع على أن هو أحماض أمينية تمام؟ طبعا فيه أحماض أمينية مش هقولك مش فيش أحماض أمينية بس المركب واللي عمل التركيبة عملها إضايفة جبريليك عشان تدي طفرة فيه النبات فبيقوم المزارع أو المهندس بشوف الطفرة دي تاني يوم طبعا هي ضرارها أكتر من نفعها فبيقوم ينبهر بالنتيجة ده أنا بقولك على حاجة أما الخميرة أنا حطتها عادية جدا ما فيهاش أي حاجة إطلاقا ما فيهاش أي شيء يعني كان معنوي يعني ما فيش أي نتيجة معنوية بالنسبة للمعاملات اللي أنا عملتها في أربع بيوت في أربع بيوت خيار مختلف تقول لي بقى أنت عملت في البرد أنت عملت في غيره أنا ما عرفش أنا أعرف أن المركب بنحطه يومين ثلاثة وبتباين التايج بتاعته لو ما بنيتش بيبقى المركب للأسف شديد ما فيهاش أي حاجة وضربت لك مسألة والله المسألة أعلى بيش دي بريلك إحنا بروشه النهاردة حتى لو فيش تيتها اليوم الثاني على طول بنصبح بنلاقي فيه تغير في النبات رغم أن دهوت يعني بغض النظر طبعا عن إن كانه مفيد أو مش مفيد بس أنا بقولك لو عندي نبات متقزم أو فيه مشكلة أو وائف في البرد طبعا بنحط الحاجات دهية فطبعا النشاط بيبنى عليه حتى في البرودة بيبنى عليه تاني يوم على طول ده اللي أنا حابب أقوله لكم في التجربة الخميرة وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنحاول نعملها على الطماطم طبعا البطاطس عندي انتهت وبنحصد فيها بإذن الله تعالى بنعملها على الطماطم وبنشوف إن شاء الله ظروفها تكون شكلها إيه بشكر حضراتكم كل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتو شكرا 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 شكرا